محمد صلاح نجمنا الكبير ويعني الايقونة بتاعت ناس كتير جدا على المستوى الرياضي وحتى على جميع المستوىات محمد صلاح بيقدي اجستو في دبي محمد صلاح متعود يقدي اجستو في دبي بشكل او باخر بعد طبعا ما خد راحة يورجن كلوب مدرب ليبر بول ادر راحة كبيرة لللاعبين طبعا لمدة اسبوعين بعد انتهاء مسابقة الدوري الانجليزي والخبر اللي معنا بيقول يا سهم انه محمد صلاح يعني التقد صور كتيرة جدا جدا مع معجبيه هناك في دبي كان عادة شيء طبيعي جدا ومحمد كمان متعود يقدي اجستو بشكل او باخر هناك في الامارات طبعا دولة امارات الشقيقة الجميلة ومحمد دايما بيحب دايما يروح هناك على سبيل الراحة وعلى سبيل كمان بعض الماركتينج او بعض السور الاعلانية بالنسبة له وقضى اجستو هناك اجازة قصيرة زي ما قلت لتصوير حملات دعائية وكانت اخر زيارة لدبي في نوفمبر اللي فات وقالت صحيفة البيانة الاماراتية ان محمد صلاح بيقدي اجستو في دبي مع العلم ان اول ارتباطات طبعا ليبر بول هتكون يوم 29 اغسطس الجاري علشان يواجه الارسنال بطل الكاس في طبعا درع يعني كاس الدرع الخيري ده اللي بنسميه يمكن هنا في مصر كاس السوبر اول السوبر اللي هو بطل الدوري بيقابل بطل الكاس بعد فوص طبعا الارسنال بكاس انجلترا يا طرح هيعمل اعلانات ايه؟ لا محمد ماشر الله لا ماشر الله ربنا يعني كلنا سعداء محمد يعمل اعلانات ويفرحنا ويشرفنا في طول المجالات بعد كمان مفازوا ببطولة الدوري ليبر بول فطبعا يعني مين قدك يا صلاح؟ طيب احنا